لو هنستعرض معاكم كده قيمة الغيابات محمد الشنوي إصابة الكتف بالتأكيد اللي هتخليه غايب حوالي 3 شهور محمود متولي أحمد نبيل كوكا خالد عبد الفتاح بنسبة كبيرة محمد الضوك ريستو صعب جدا يلحق مباراة شباب بلوزداد أحمد عبد القادر وكمان وسام بوعلي أتمنى يعني أتمنى طبعا التشخيص الطبي والبرنامج التأهيلي يعني في صعوبة أن وسام ممكن يلحق المباراةين في صعوبة ولكن أنا عارف أن الجهاز الطبي بيبزل مجهودات كبيرة جدا في الفترة الحالية لتأهيل وسام بوعلي اللي عايز يلعب المباراةين على فكرة يعني اللاعب وسام بوعلي عنده حماس شديد جدا عايز تكون ضربة البداية مع الأهلي في أول لقاء ما يغيبش عنه ولكن طبعا لازم يتمهل شوية في توقيت المشاركة الإصابة للأسف جاية في توقيت رخم جدا ولكن إن شاء الله بإذن الله لو ملحيش المباراة الأولى وده يعني أعتقد بنسبة جميلة مؤكدة هنحاول نتطمن عليه على مباراة ميدياما اللي الجهاز الطبي يعني مع التأهيل بيبزل مجهودات مكسفة لحاق وسام بوعلي اللي المفروض يعني طبقا للبرنامج الزمني الأفضل إن يغيب المباراةين ولكن هنشوف إيه لا يحصل خلال الفترة اللي جاي بيرسي تاو وصل النهاردة وصل النهاردة إلى القاهرة وكان حريص بيرسي تاو إنه هو يعني يصل بسرعة للقاهرة عشان يستعد مع النادي الآن وعدم مشاركته في المباراة الأخيرة أمام الكنغو الدموقراطية لتحديد المركز الثالث ده كان بناء على طلب بيرسي تاو اللي شعر بإجهات شديدة جدا بيرسي تاو يا جماعة أكتر لاعب إفريقي في الدور المصري لاعب دقائق مشاركة في البطولة الإفريقية في كاس الأم خمسمية أربعة وستين ديئة خمسمية أربعة وستين ديئة حالة إجهات شديدة جدا ده غير كده كمان جنوب إفريقي على فكرة من المنتخبات الأوليلة جدا اللي لفت كل المدن في الكودفور لعبت في أبيتجان مباراة الثالث والرابع لعبت في بواكي على استاد السلام لعبت في ياما سكرو راحت لعبت في سانبيدرو مع المغرب منتخب جنوب إفريقي لف كل مدن الكودفور الخمس مدن لعب في الخمس مدن فده كان إجهاد وإرهاق كبير جدا وبالتالي بير ستاو النهاردة وصل والمعلومات اللي وصلت لبرده يعني خلال الساعات اللي جاءت حد بشكل رسم ولكن بنسبة كبيرة صعب برضه بير ستاو يلحق مباراة بلوزداد ولكن شاء الله على مباراة ميدياما يكون في أتم الجاهزية خدوا بالكم بير ستاو بعيد عن تدريبات الأهل يبقى لأكتر حالي من شهر فالفترة دي كلها انت مش عارف حالة اللاعب المباراة الأخيرة جاب عنها عدد دقيق اللاعب اللي ذكرتها دلوقتي الحضراتكم خونسومية أربعة وستين دقيقة دقيق اللاعب كتير جدا وبالتالي ده أكيد في حسبان الجهاز الفني لما يتشوف حالة اللاعب عشان لقدر الله ما يشاركش في مباراة بلوزداد يجيه لأصابة يجيه فترة طويلة فبالتأكيد هيكون فيه أمر تحفظي على مشاركة بير ستاو خلال الفترة اللي جاية اشتركوا في القناة